في خبر آخر كشف رئيس المدير العام لسونتراك عبد المومن والقدور اليوم من حاسر مل أنه سيتم الانتهاء من سياغة الاستراتيجية الجديدة للمجمع الممتدة إلى فاق 2030 قبل نهاية 2017 وأوضح والقدور في تصريحات خلال زيارة عمل إلى حاسر مل أن الاستراتيجية الجديدة ستخدد ما ستصبح عليه سونتراك بعد سنوات وكيفية بلوغ ذلك فضلا عن تحديد الوسائل والتنظيم اللازم لتجسيد هذه الرؤية هذا ودشرت سونتراك اليوم استثمارات جديدة تبلغ قيمتها ملياري دولار في حقل الغاز حاسر مل وقال الرئيس المدير العام لسونتراك أن الهدف هو الحفاظ إلى إنتاج قدره 190 مليون متر مكغب لسنوات العشر القادمة